بسم الله الرحمن الرحيم أهل منكم طلاب الصف الثاني السنوي نجدة التحية وحلقة جديدة من برنامجكم المتميز مدرسة على الهواء في قناة مصر التعليمية في حلقتنا السابقة كنا قد تناولنا تضرب ودورية الخواص في الجدول الدوري الحديث وكانت أول خاصية هي نصف قطر الزرة تعرفنا على نصف القطر التساهمي ونصف القطر الأيوني وبرضو خدنا أمثلة ومسائل على حساب نصف قطر الزرة مسائل هامة جدا لابد أن تأخذ فيها الاعتبار ثم كنا نقشنا جزئية هامة جدا وما هي قلنا يزداد نصف قطر الزرة في اتجاه المجموعة واتجاه المجموعة يكون من أعلى إلى أسفل نذكر حضراتكم كده بسرعة ما هي أسباب زيادة نصف قطر الزرة في اتجاه المجموعة واحد زيادة عدد مستوات الطاقة الرئيسية اتنين مستوات الطاقة الممتلئة تعمل على حاجة بئة تأثير النواة عن الإلكترونات الخارجية اللي يعبار عن إلكترونات التكافؤ رقم ثلاثة زيادة قوة التنافر بين الإلكترونات يؤدي إلى تباعد الأغرفة إذن بزيادة العدد الزر في المجموعات يزداد نصف قطر الزرة للأسباب اللي احنا قلناها طيب ولكن في الدورة ما الذي يحدث نصف قطر الزرة هل يزداد أم يقل ده اللي احنا هنوضحه لحضراتكم إذن لو احنا خدنا فرضا كمثال عناصر الدورة التانية وهي الليسيام وعدد الزر ثلاثة بريليام بي اي أربعة بورون خمسة كاربون ستة وعملنا توزيع إلكتروني الليسيام نواة تحتوي على ثلاثة بروتون اتنين واحد إذن الليسيام ثلاثة بروتون اتنين واحد ده ده كان عدد الإلكترونات طيب البريليام عدد الزر أربعة نواة تحتوي على أربعة بروتونات أربعة بروتون ولما تبقى الزرة زرة متعدلة فتحتوي على عدد متساوي من الإلكترونات موزع على مستويين اتنين اتنين البرون خمسة نواة تحتوي على خمسة بروتون ادي كده عندي اتنين تلاتة الكاربون ستة نواة تحتوي على ستة بروتونات وعندي ستة إلكترون زي ما احنا قلنا في حالة الزرة المتعدلة فيكون اتنين أربعة لو احنا رجعنا لمفهوم الشحنة الفعالة كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا أن الإلكترونات الخارجية مش شحنة النواة كاملة تؤثر على هذه الإلكترونات الخارجية لا طبعا إذن إلكترونات التكافؤ لا تتأثر بشحنة النواة كاملة لأن الإلكترونات الداخلية تحجب جزء من شحنة ايه؟ النواة طيب إذن هنا كده عندي بزيادة العدد ازداد نلاحظ ايه؟ أن بتزداد الشحنة الفعالة نجد أن الشحنة الفعالة تتساوى مع عدد الإلكترونات الموجودة في غلاف التكافؤ يعني أطرح اتنين من ثلاثة ديني بروتون واحد بس اتنين من أربعة اتنين بروتون إذن بزيادة بزيادة العدد الزري فين؟ في الدورة ما الذي يحدث؟ تزداد الشحنة الفعالة للنواة وما الذي يترتب على زيادة الشحنة الفعالة تزداد قوة الجذب جذب مين؟ جذب النواة للإلكترونات الموجودة في غلاف التكافؤ فتتقلص الزرة يعني إيه؟ تتقلص الزرة يعني حجمها يقل إذن لو إحنا قلنا في الدورة دايماً دا كده اتجاه الدورة من اليسار إلى اليمين نصف القطر ماله يقل علل يقل نصف القطر بزيادة العدد الزري في اتجاه الدورة يعني من اليسار إلى الإيهة إلى اليمين لأنه بزيادة العدد الزري في الدورة تزداد الشحنة الفعالة للنواة فتزداد قوة جذب النواة لإلكتروات التكافؤ فتتقلص الزرة يعني يقل الحجم يقل نصف القطر الله إذن نستنتج الآتي لو بنتكلم عن تدرج ودورية الخواص في عناصر الجدول الدوري الحديث نجد أن فيه اتجاه المجموعة نصف القطر بيزداد وفيه اتجاه الدورة نصف القطر بيقل طب لو إحنا نظرنا إلى الجدول الدوري الحديث S B دي في المنطقة الوسطى كانت المجموعات A تقع في ال S وال B طب المجموعة الأولى A التانية A التالتة A حتى السابعة A ثم المجموعة الصفرية لو إحنا كده خدنا الدورة من اليسار إلى اليمين نجد أن أكبر نصف قطر أو أكبر حجم زري بيكون في بداية الدورة الوفع ناصر المجموعة 1A طب بزيادة العدد الزري أنا عندي الدورة اتجاه الدورة من اليسار إلى اليمين إذن أنا ماشي من المجموعة الأولى A حتى المجموعة السابعة A فنجد أن أكبر عنصر في الدورة هو عنصر المجموعة 1A وأقل أو أظهر عنصر في الدورة هو عنصر المجموعة السابعة A إذن نستنتج أن أكبر العناصر المعروفة حجماً هي إيه أسمع ها طرابو عناصر المجموعة 1A طب وأقلها حجماً عناصر المجموعة السابعة A كلام دوت لو إحنا كده وضحناه لحضراتكم آدي المجموعة 1A وأدي المجموعة السابعة A أول عنصر يكون أكبر حجم طيب لما نمتجه من اليسار إلى اليمين حتى نصل إلى المجموعة السابعة ده نقع مالي إيهل الله إذن أكبر حجم زري في المجموعة 1A وأصغر حجم في السابعة A طب العنصر الذي يلي العنصر اللي في المجموعة 1A كده أنا ماشي كده في اتجاه الدورة يبقى كده الحجم مالوها بيزيد في اتجاه المجموعة طب ده أكبر من ده طب أصغر عنصر في اتجاه الدورة هيبقى أكبر من العنصر اللي إيه يصدقوا في نفس المجموعة نسبة وتناسب طب إذن أدي في المجموعة العنصر الذي يلي هذا العنصر حجمه يكبر أكبر ما إحنا قلنا إن في اتجاه المجموعة نقب يزيد في اتجاه الدورة نقب يقل إذن كده أدي R ريدياس يقل في اتجاه الدورة و R ال ريدياس يزداد في اتجاه المجموعة ده أكبر من ده وده أكبر من ده طب طب ده كده عبارة عن أكبر حجم بس بالنسبة لدورته لكن مش أكبر حجم بالنسبة لمجموعته إذن إحنا عايزين نستنتج حاجة مهمة جدا إن أكبر العناصر حجما أكبر العناصر حجما هي عناصر المجموعة 1 إيه وأقل العناصر حجما هي عناصر المجموعة السبعة إيه يعني أكبر عنصر هيكون هو السيزيام اللي احنا نوضحه إن شاء الله فيما بعد اللي بيقع أسفل أو أسفل يصار الجدول الإيه الدوري دينا تعليقات مهمة جدا إيه هي جف أحد التعليلات وقال لي إيه قال لي علل نصف قطر أيون الحديد 3 أقل من نصف قطر أيون الحديد 2 نصف قطر أيون الحديد 3 أقل من نصف قطر أيون الحديد 2 قبل أن أوضح إجابة هذا التعليل إجابة تفصيلية لابد أن نتفك في حاجة إيه هي؟ أنه كلما زادت الشحنة الفعالة أي كلما زادت الشحنة المجابة فتزداد قوة جذب النواة لإلكترونية التكافؤ فتتقلص الزرة أي يقل نصف قطر الزرة طب نرجع بقى لتعليلنا بيقول لنصف قطر أيون الحديد 3 أقل من نصف قطر أيون الحديد 2 أولا الحديد FE عدد زر 26 الزرة المتعدلة بتحتوي على إيه؟ تحتوي على 26 بروتون وتحتوي على 26 إلكترون يحمل شحنة سالبة ببساطة خالص الحديد 2 FE عليها موجب 2 معنى الحديد 2 يعني زردة الحديد المتعدلة فقدت 2 إلكترون فأصبح عدد البروتونات كما هو 26 بروتون أصبح كده عندي 24 إلكترون طب لو أنا وضحت كده الحديد 3 FE موجب 3 حديد 3 يعني أيون الحديد أو الزرة المتعدلة فقدت 3 إلكترونات فلما فقدت 3 إلكترونات عدد البروتونات كما هو 26 بروتون لكن عندي كم إلكترون 23 إلكترون ده أنا عاوز أذكر حضراتكم بحاجة مهمة جدا طالما أنا بقول حديد فلابد أن يكون العدد الزر 26 يعني لا يحدث صغير في عدد البروتونات لأن العدد الزري وهو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة ده بيعتبر صفة مميزة لنوع العنصر إذن العدد الزري صفة مميزة لنوع العنصر أنا بتكلم عن أيون الحديد 2 نواة تحتوى على 26 بروتون أيون الحديد 3 نواة أيضا تحتوى على 26 بروتون لأنه لو تغير عدد البروتونات تغير العدد الزري يتحول العنصر إلى عنصر آخر جديد إذن يعتبر العدد الزري ماله ها صفة مميزة لنوع العنصر يعني لما الزرة تفقد أو تكتسب يتغير موضع العنصر يعني مثلا زرة البوتاسيوم كي 19 وأيون البوتاسيوم كي موجب هادي الموقع بيختلف ولا كما هو كما هو لا يتغير موقع زرة البوتاسيوم عنين البوتاسيوم لأن العدد الزري 1 19 لا يختلف عدد البروتونات لكن يختلف عدد الإلكترونات الموجودة حول نواة الزرة طب نرجع تاني بقى اللي سؤالنا نصف قطر أيون الحديد 3 أكبر ولا الحديد 2 من الأكبر طيب دعونا نستنتج ده كده مع بعض احنا اتفقنا أنه كلما زادت الشحنة الفعالة كلما زادت قوة الجذب كلما تقلصت الزرة أي قلق نصف القطر طب الحديد 2 أنا عندي عدد الشحنات الموجبه 26 والسالب 24 في الحديد 3 الموجب 26 السالب كمهاء 23 لحظة أن في الحديد 3 بتزداد الشحنة الفعالة عن الحديد 2 وكلما زادت الشحنة الفعالة كلما زادت الشحنة الفعالة يعني كلما زادت الشحنة الفعالة زادت قوة الجذب ولما تزداد قوة الجذب تتقلص الزرة أي قلق نصف القطر لذلك أيون الحديد 3 نصف قطره أقل من نصف قطر الحديد 2 إذا نعلل أيون الحديد 3 نقلي أقل من نقل الحديد 2 لأنه كلما زادت الشحنة الفعالة زادت قوة الجذب فتتقلص أي الزرة طيب طيب هل نصف قطر زرة الفلز هو نفسه نصف قطر أيون الموجب وهل نصف قطر زرة ألافلز هو نفس قطر زرة أيونه السالب طيب الأيون الموجب أما أقول أيون موجب حتى كده لفظا معنى أيون موجب يعني أنا عندي زيادة في عدد البروتونات الموجبة طيب أيون سالب أنا عندي زيادة في عدد الإلكترونات اللي هي السالبة بصفة عامة لما بتزداد الشحنة الموجبة تزداد قوة الجذب فيقل نق إذا بديهيا أن نصف قطر الأيون الموجب بصفة عامة أقل من نصف قطر زرة الفلز لأن الأيون الموجب ينتج من فقد زرة الفلز لإلكترونات أو أكثر يقول لي علل علل نصف كطر أيون السودو أقل من نصف كطر زرة السودو دي زرة متعدلة طالما قلنا كده أيون موجب لأن عدد البروتونات الموجبة هذه الإجابة بتاعتنا أكبر من عدد الإلكترونات السالبة فتزداد الشحنة الفعالة فتزداد قوة الجذب فتتقلص فتتقلص الزرة يعني يقل نصف القطر يقل R إذن نصف كطر الأيون الموجب دائما أقل من نصف كطر زرة لأن في الأيون الموجب يزداد عدد البروتونات الموجبة فتزداد الشحنة الفعالة فتزداد قوة الجذب فيقل نصف القطر نظرا لتقلص الزرة على النقيد يقول لعلل نصف قطر أيون كلوريد أكبر من نصف كطر زرة الكولور طب إجابتنا إيه لنصف كطر أيون الكولوريد أكبر من نصف كطر زرة الكولور ده كده أيون سالب سالب إذا لأن عدد الإلكترونات السالبة أكبر من عدد البروتونات المجابة طيب لما بيزداد عدد الإلكترونات السالبة عن البروتونات إيه المجابة يزداد عدد مستوات الطاقة أو تاكل قوة الجذب فلما الجذب يقل يزداد نصف القطر إذن تعليقاتنا مجمل اللي إحنا قلناه في أول خاصية من تدرج ودورية الخواص في الجدول الدوري الحديث أو الطويل إن نصف القطر فيه اتجاه المجموعة بيزداد للأسباب اللي إحنا قلناها ونصف القطر فيه اتجاه الدورة بيقل برضو للأسباب اللي إحنا قلناها نصف قطر الآيون الموجب أقل من نصف قطر زرته ونصف قطر الآيون السالب أكبر من نصف قطر زرته أكبر العناصر حجما هي عناصر المجموعة 1A وأقل العناصر حجما هي عناصر المجموعة السابعة A لكن ننتقل إلى خاصية أخرى وهي ما تسمى بجهد التأيون أو طاقة التأيون ولكن قبل أن أتكلم عن جهد التأيون مع حضرتكم أنا عايز حد كده يذكرني ماذا يقصد بي الظرة المصارى يعني الظرة المصارى طب هنقول مع بعض ونتذكر هذا المفهوم هي الظرة اكتسبت طاقة فتسببت في انتقال إلكترون أو أكثر إلى مستوى طاقة أعلى تاني ماذا يقصد بيه الظرة المصارى هي الظرة اكتسبت طاقة فتسببت في انتقال إلكترون أو أكثر إلى مستوى طاقة أعلى لكن هذا الإلكترون لم يطرق الظرة هو مازال موجود به الظرة ده معنى كأن الظرة مصارى طيب لو أنا ادت الظرة طاقة أعلى ينتقل الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى لحد ما يصل إلى مستوى الطاقة السابع ويترق الظرة طب لما الإلكترون يترق الظرة فالذرة تحولت إلى أيون إذن هذه الطاقة التي جعلت الإلكترون يترق الظرة تسمى طاقة تأين لأن الزرة تحولت من ظرة متعدلة إلى ظرة غير متعدلة مهم جدا أن احنا نفرق بين جهد الإصارة وجهد أي طاقة التأين إذن جهد الإصارة دي طاقة تعمل على نقل الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى لكن ما زال الإلكترون موجود داخل الزرة ولكن لما الإلكترون يطرق الزرة فالظرة تحولت إلى أيون فتسمى هذه الطاقة طاقة التأين الأوجود في أيون أي الطاقة التي عملت على فصل أضعف الإلكترونات وعبارة عن أبعد إلكترون عن النواة الموجود في آخر المستوى نوضح ده كده أبنائي وبناتي معا بعد ما احنا وضعنا لفظا لأن شرط إتقان العلم وإتقان اللغة في فرق بين جهد إصارة وجهد إيه تأين قادي كده أنا عندي زرة قادي نواتها نوة موجبة قادي مستوى الطاقة اللي حول النواة قادي مستوى الطاقة الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع أنا عندي إلكترون اديته طاقة طب لما خد طاقة دي اسمها طاقة إصارة تسببت في انتقال الإلكترون إلى مستوى طاقة أعلى الإلكترون زودت ليه الطاقة فإن طاقة من الأول للتالث نحن قلنا أساسا أن الطاقة طاقة محددة لا يمكن أن تتجزأ أو تتضاع لحد ما الإلكترون خد طاقة تسببت في انتقال من الأول إلى نها إلى السابع طب لو ديته طاقة كمان يترك هذا الإلكترون الزر إذن هذه الطاقة تسمى بيه جهد التأيون إذن ماذا يقصد بجهد أي طاقة التأيون هي الطاقة اللازمة لفصل أقل الإلكترونات ارتباطا بالظرة المفردة الغازية حيث تتحول إلى أيون موجب يبقى إذن جهد التأيون أو طاقة التأيون هي الطاقة اللازمة لفصل أنا هفصل أضعف الإلكترونات لو أقل الإلكترونات ارتباطا بالظر المفردة الغازية حيث تتحول إلى أيون موجب طب أنا عايز أوضح ده كده بمعادلة واسأل سؤال خطير جدا يعتمد على التراكم المعرفي طب لو أنا فرضت أن العنصر ده رمسوك ده بم أو متى الام اكتسب طاقة أنيرجي هذه الطاقة تسببت في أن الزرة فقدت أضعف الإلكترونات أو أقلها ارتباطا وتحولت إلى أيون موجب ده معادلة تدل على سلاسة مفاهيم علمية ما هي المفاهيم العلمية التي تدل عليها هذه المعادلة الله سؤال جميل سؤال يعتمد على التراكم المعرفي بالنسبة لأبنائنا وبناتنا بتاني إذن ام ده عبارة عن زرة فلز ادتها طاقة فتحولت إلى أيون موجب لأنها فقطت هذا الإلكترون أنا عاوز أن هنا عندي ثلاث مفهيم علمية أنا عايز أعرف هذه المفهيم العلمية التي تعبر عن هذه المعادلة كل الطلبة أنا سمعت منكم إجابة ظريفة جدا وواضحة إيه هي قلتولي أن أول مفهوم علمي هذه المعادلة تدل على طاقة تأيون جهد تأيون طب ليه جهد تأيون لأن الزرة فقطت إلكترون فصلنا إلكترون طب إيه المفهوم التاني والثالث أنا ومستني حضراتكم تشاركوني إذن أول مفهوم إحنا كنا شرحناه وهو جهد التأيون طب إيه المفهوم التاني طب إحنا هنستنتجه معا وأنا واصك إن في طلاب شطار هيشاركوني اللي أنا هقوله إذن أول مفهوم إن دي كده عبارة عن طاقة تأيون أو جهد تأيون طب طب نش الزرة امتصت طاقة وسبق إن إحنا خدنا في الصف الأول الثانوي أنواع التفاعلات الكيميائية تفاعلات طاردة وتفاعلات مصة إذن لما الزرة تمتص طاقة يبقى هذا التفاعل يسمى إيه إذن دا كده عبارة عن نهاء تفاعل مص للحرارة يعني دلتا إتش هتبقى فيه بقيمة موجبة إذن أول مفهوم علمي بالنسبة إيه جهد التأيون تاني مفهوم علمي تفاعل مص للحرارة طب تالت مفهوم من المفاهيم العلمية اسمه إيه إيه بقى المفهوم التالت في كده هنا حاجة تدل على المفهوم التالت طب مش هذي الزرة فقدت طب قولي قولي يا بنتي ويا ابني ماذا يقصد بفقد إلكترونات العملية التي تفقد فيها الزرة إلكترونات تسمى إيه جميل برافو تسمى أكسادة يا مستر إذن هذه المعادلة تدل على ثلاثة تفاهم علمية ده من الأسئلة اللي موجودة في نمازج الوزارة سؤال هام جدا سؤال يعتمد على الطراقم المعرفي وده الاتجاه الحديث في المنهج مش إن إحنا خدنا حاجة وسبناها لا 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 لابد يبقى الطالب عارف أساسا الطراقم المعرفي في السنوات السابقة إذن هذه المعادلة تدل على واحد جهد التأيون اتنين تفاعل مصر الحرارة دلتقيتش كيمة موجبة ثم إيها أكسادة ده كده كان بالنسبة لتعريف جهد أو طاقة التأيون طب أنا عندي فيه جهد تأيون أول لما طفقة أصدرها إلكترون يسمى جهد تأيون أول اتنين إلكترون تاني تلاتة تالت لكن لنا تعليقات ضريفة جدا عليها أولا جهد التأيون الأول يتكون نتيجة أيون يحمل شحنة مجابة واحد طب التاني أيون يحمل شحنتين مجابتين طب من أكبر جهد التأيون الأول أم الثاني هوضح مثال بيخص في الكلام ده من أكبر أيهما أكبر ولماذا جهد التأيون الأول أم جهد التأيون الثاني لو إحنا كدنا خدنا كده على سبيل المثال المغنسيوم مجي عدده الزري 12 لما جهد لما جهد أوزع كذرة متعدلة مستوى الطاقة الأساسي الأول يحتوى على اتنين إلكترون التاني تمانية إلكترون التالت اتنين إلكترون لما هذه الزرة تفكد إلكترون هتحتكطاق فتتحول إلى أيون يحمل شوحنا مجابة واحدة بس أصبح اتنين تمانية واحد ده كده يسمى بجهد التأيون الأول تكون نتيجة أيون يحمل شوحنا مجابة واحدة بس طب ادينا الزرة طاقة كمان ففقطت الإلكترون المتبقة وتحولت إلى مجي تحمل شوحنتين مجابتين أصبح التوزير إلكترون إتنين تمانية ده كده اسمه جهد التأيون المتبقة عدد البروتونات سابت لانه لو تغير عدد البروتونات يتغير نوع العنصر لان لكل عنصر عدد زر خاص به والعدد الزر هو عدد البروتونات المجابة لكن بعد فقد الالكترون الاول اصبح عندي كم الالكترون 12 الالكترون اذا بعد فقد اول الالكترون اصبح عدد الشحنات الموجبة اكبر من عدد الشحنات السالبة هنا كده عندي 11 إلكترون يبقى كده كان عندي 12 إلكترون لما الظرّة فقدت إلكترون أصبع عندي كم إلكترون 11 إلكترون إذن بعد فقد أول إلكترون أصبعها عدد الشحنات المجابة أكبر من عدد الشحنات السليبة وما يترتب على ذلك إن الجذب يزداد ولما الجذب يزيد هحتاج طاقة أكبر لفصل ثاني إلكترون ولذلك جهد التأيون الثاني دائما أكبر من جهد التأيون الأول إذن جهد التأيون الثاني دائما أكبر من جهد التأيون الأول أنا قلت إيجابتي إيه لأنه بعد فقد أول إلكترون أصبعها عدد الشحنات المجابة أكبر من السليبة يعني إيه يعني زادت الشحنة الفعالة أهو أول إذن بعد فقد أول إلكترون أصبح عدد الشحنات المجابة أكبر من السليبة فنحتاج إلى طاقة أكبر لفصل الإلكترون الثاني إذن فيه جهد تأيون أول وجهد تأيون أول إيه وكان من الحاجات المهمة أو اللي إحنا وضحناها إن ليه دائما جهد التأيون الثاني أكبر من الأول لزيادة الشحنة الفعالة لكن أنا وضحتها بعمق أكثر إن بعد فقد أول إلكترون أصبح عدد الشحنات المجابة أكبر من السليبة فتزداد قوة الجزب فنحتاج إلى طاقة أكبر الفصل طيب برضو قبل ما أتطرك إلى تدرك جهد التأيون في الدورة وإيه المجموعة جهد التأيون الثاني في حالة السوديوم ليه كثير جدا أو بمعنى آخر يقول لي يصعب الخصول على إني إيه موجب اتنين أو إني جي موجب ثلاثة أو إيه إني موجب أربعة أولا لو أنا كده مسكت السوديوم على سبيل النساء السوديوم إني إيه عدده الزر 11 اتنين ثمانية واحد لما زرت السوديوم المتعدلة تفكت إلكترون تتحول إلى أي موجب اتنين ثمانية عشان أفكت تاني إلكترون ده صعب جدا ده صعب جدا لأن دوت هيتسبب في كسر مستوى طاقة مكتملة إذن يصعب الحصول على إني إيه موجب اتنين أو جهد التأيّن الثاني في إني إيه موجب اتنين مرتفع جدا ليه لأن ذلك سيتسبب في إيه في كسر مستوى طاقة مكتمل طب علل الغازات النبيلة جهد تأيونها مرتفع جدا ليه الغازات النبيلة بتتميز بارتفاع جهود تأيونها طالب ابتدى تذكر معايا يا ما استفدحنا لما درسنا الجدول الدوري الحديث وكنا بنعرف الغازات النبيلة أو الخملة ما هي ها رد تقول معي سمعني جميل ده احنا قلنا أنها عناصر أصطف الرأسي الأخير من التجام معبية جميع مستويات مكتملة الله يعني النظام الإلكتروني لهذه العناصر نظام مستقر معنى أن أنا أزيح إلكترون أفصل إلكترون إذن أنا هتسبب في إيه أني كده أنا عندي عناصر نظامها الإلكتروني مستقر إذن أخليه غير مستقر ولذلك ارتفاع جهود تأيّن الغازات النبيلة عن لل لأن ذلك سيتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل وإزاحة إلكترون من مستوى طاقة مكتمل صعب جدا ده كده كان بالنسبة لإلغازات النبيلة لجهود تأيّنها مرتفع جدا طب لو أنا نقش التدرج ودورية الخواص أو خاصية جهود التأيّن في الدورة والمجموعة بالنسبة لعناصر الجدول الدوري لابد إن إحنا نتذكر حاجة مهمة جدا أولا جهود التأيّن مرتبط بنصف القطر بمعنى لما نصف القطر بيزيد الجزء بيقل طب بيقل ليه؟ لزيادة عدد مستويات الطاقة الأساسية أو الرئيسية طب ولما نصف القطر في الدورة بيقل بيقل ليه؟ إحنا قلنا في المجموعة نصف القطر بيزيد لزيادة عدد مستويات الطاقة الرئيسية طب في الدورة نصف القطر بيقل ليه؟ الله قلناها لزيادة إيه؟ الشحنة الفعالة طب هل دا له علاقة؟ بيقود التأيّن؟ آه طب لما نصف القطر يزيد في المجموعة الجاز بيقل إذن بأقل طاقة يسهل فصل الإلكترون إن موجود في غلاف التكافر لو أقل الإلكترونات ارتباطاً بالزرع المفضل الغازي ولكن في الدورة أنا عندي نصف القطر بيقل لزيادة الشحنة الفعالة يعني الجاز بيزيد فلما يكون الجاز بيجاز بقوي إذن أنا محتاج طاقة أكبر عشان أفصل أقل الإلكترونات ارتباطاً بهذه الزرع إذن أصبحت العلاقة بين نصف القطر وجهد التأيين علاقة عكسية علاقة إيها؟ عكسية نوضح ببساطة بكده آدي الدورة اتجاهها أنا بتكلم عن رديس نصف القطر سواء في الدورة أو في المجموعة نصف القطر في اتجاه الدورة ماله يقل ليه بيقل لزيادة الشحنة الفعالة لي الشحنة المجابة طب نصف القطر في اتجاه المجموعة ماله بيزداد طب ليه بيزداد بزيادة عدد مستويات الطاقة الرئيسي طيب لما تزداد الشحنة الفعالة تزداد قوة الجذب لما نقيا كل يزداد الجذب فنحتاج الى طاقة اكبر جهد اكبر لفصل اقل الاليكترات ارتباطا بالزرع المفضل الغازية ولذلك نجد ان جهد التأيون في الدورة في الدورة ماله يزداد عكس نق يبقى كل ما نق يقل كل ما زادت الشحنة الفعالة كل ما زادت قوة الجذب كلما احتاج نقطاقة اكبر لفصل الاليكترات الموجودة في غلاف التكافر وده هو التفسير ليه بيزداد جهد التأيون في تجاه الطاقة بعكس في المجموعة انا عندي في المجموعة نصف الكتر نالو بيزداد لزيادة عدد بساطة الطاقة وبالتالي الجذب بيقل فباقل طاقة ممكنة يسوى الفاق هذا الالكترون اذا جهد التأيون يقل في اتجاه المجموعة ليه بيقل ها لزيادة نق النتيجة عن زيادة عدد مستوى الطاقة الرئيسية فباقل فباقل طاقة يمكن فصل الالكترونات الالكترونات التكافر يبقى ما هو مفهوم جهد التأيون هو الطاقة اللازمة لفصل اقل الالكترونات ارتباطا بصدر المفادة الغازية حيث تتحول الى ايون مجب وكنا اتكلمنا عن معادلة جهد التأيون وطلعنا منها ثلاث مفاهيم علمية انها تدل على جهد التأيون على الاكسبة ان هذا التفاول تفاول ماص للحرارة لاننا بتدله طاقة بيحتاج الى طاقة عشان ازيل هذا الالكترون ووضحنا لجهد التأيون الثاني دائما اكبر من الاول زازة الشحنة الفعالة او السبب التاني اللي احنا قلنا اللي وضح ده باضاح اكثر وقلنا اساسا ان في اراقة عكسية بين نصف القطر وجهد التأيون ان كلما اتجهنا من اليسار الى اليمين نق يقل جهد التأيون بيزيد بعكس المجموعة نق يزيد النبيلة جهود تأيونها مرتفعة ليه مرتفعة بسبب استقرار نظامها الالكتروني وازاحة اي ازالة الالكترون من نظام الالكتروني المستقر ده يصعب جدا وانه يصعب الحصول على ان ايه مجاب اثنين او ام جي مجاب اثنين او ايه لمجاب اربعة لانه ذلك سيتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل دي كلها مفاهيم تعتمد على الفهم مش الحفظ الكيميا فهم ونحل اسئلة كتير نتضرب عليها تركز المعلومة في الكيميا بالتدريبات وحل الاسئلة الكثيرة وده اللي انا بعض خلالكم بيه ان شاء الله في المراجعات لو انتقلنا الى مفهوم علم اخر وهو الميل الالكتروني الميل الالكتروني ماذا يقصد بالميل الالكتروني الظرة عشان ازيل منها الالكترون محتاجا طاقة طب بقى لما الظرة بقى تكتسب الالكترون تنطلق طاقة ده طاقة زي ايه لما بتخرج من الظرة بيطب الالكترون مرتض بقوة جذبة بالنواة لكن لما تكتسب الزرة تقوم العكس تنطلق طاقة إذن الطاقة اللي خرجت دي لما الزرة اكتسبت هذا الإلكترون دي كانت طاقة زائدة موجودة جوة الزرة فأصبحت الزرة الزرة إيه مستقر؟ إذن ما مفهوم الميل الإلكتروني أو ما يسمى بي القابلية الإلكتروني الميل الإلكتروني هي مقدار الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الزرة المفردة الغازية إلكتروني إلكتروني حيث تتحول إلى أيون سالب الله طب أنا هكتب معادلة بتوضح مفهوم الميل الإلكتروني أو القابلية الإلكترونية إكس ده ده كده إلا فلز هناك كان إن مفلز بيضق طب دي كده ظرت لفلز لما بتكتسب إلكترون تحولت إلى أيون سالب إكس سالب وإن طلق الطاقة زائد إنيرجي إذن هذه الطاقة المنطلقة النتيجة عن اكتساب الزرة إلكترون دي عبارة عن الطاقة النتيجة عن الميل الإلكترون النتيجة عن اكتساب الزرة إلكترون إذن الميل الإلكتروني ميل الزرة تاميل إلى اكتساب إلكترون سواء كده الزرة تفقد أو تكتسب الهدف من الطاقة ده والاكتساب الوصول إلى حالة الاستقرار بصفة عامة إذن الزرة لما بتفقد بتفقد ليه لما بتكتسب بتكتسب ليه؟ الهدف من الفقد أو الاكتساب والذي يكون أثناء التفاعلات الكيميائية الوصول إلى حالة الاستقرار أو السبات ده الهدف من التفاعلات الكيميائية مجتمع الظرات كما لو كان مجتمع بشري تحكمه نفس القوانين البشرية إذن الفقد أو الاكتساب بيوصل الظرة إلى ظرة مستقرة في الجراوند استيت بيوصل الظرة مستقرة ده كده كان مفهوم الميل الإلكتروني طيب إمتى تميل الظرة إلى اكتساب إلكتروني ودي جزئية خطيرة جدا أتمنى أن وقتنا يسمح أن احنا نقولها إن شاء الله وإذا ما سمعش هنقولها في الحلقات القادمة إن شاء الله عندما يكون مستوى الطاقة الفرعي نصف ممتلئ أو تام الامتلاء تكون الظرة أكثر استقرارا يبا إذن لما يكون مستوى الطاقة الفرعي نصف ممتلئ أو تام الامتلاء تكون الظرة أكثر استقرارا لكن أنا عايز أطرح سؤال على حضراتكم من خلال هذه المعادلة وأسيب الإجابة لكم طب أنا كنت لما تكلمت عن M زائد E إدتني M موجب زائد إلكترون كنت قلت أن هذه المعادلة تدل على ثلاثة مفهمة المية جهد تعيون تفاعل مصر الحرارة أكسادة طب المعادلة اللي موجودة دي أصدق حضراتكم المعادلة التي تعبر عن الملي الإلكترون برضو فيها ثلاثة مفهمة علمية أنا مش أقولها لكن حضراتكم هتقولوها X زائد E دي زر تلتلز اكتسبت إلكترون فتحولت إلى أيون سالب زائد E دي طاقة منطلقة فما هي المفاهيم العلمية ما هي المفاهيم العلمية السلاسة التي تدل عليها هذه المعادلة دوة اللي أنا هسمعه من حضراتكم في الخلقة القادمة إن شاء الله لما نستكمل الميل الإلكتروني وبقية خواص تدرج ودورية الخواص في الجدول الدوري أنا بشكر شكر خاص مخرجنا وكل القائمين على هذا العمل طبعا في موجود جبار بيبذل لإنتاج هذا العمل أتمنى أني تكون استفدتوا بحلقتنا اليوم المتابعة مهمة جدا ودايما أي أسئلة أو استفصالات إحنا بنسعب بيها على موقعنا على فيسبوك جروب بمدرسة على الهوى وفي نهاية حلقتنا أطيب ألمونة وأرق تحياتي كان محدثكم خالد عبد العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر